المركز الصحفي في كازان في قمة كازان 2024 القمة 16 اللي بتضم عدد من الوفود أعضاء البريكس العشرة تقريبا حتى الآن الحادي عشر السعودية التي لم تعلن انضمامها حتى الآن الوفود اكتملت بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شارك في قمة صباحية لهذا اليوم خلوني أرحب بزميلي العزيز اللي بيتابع هذه القمة عن كتب الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم أهلا وسهلا أستاذ محمود أهلا وسهلا أستاذ خيري مرحب عدرتك شرفني وسعيد أنك بتتابع هذه القمة كيف تنظر إلى هذه القمة التي تجمع عدد كبير يمثل تقريبا أكتر من 35% من سكان العالم من اقتصاديات العالم كيف ترى هذه القمة قمة بريكس بالتأكيد إحنا قدام قمة مهمة جدا وقمة يعني بتضم عدد كبير جدا زي ما حكي قلت من دول العالم الكبيرة اللي ربما الناتج القومي بتاعها النهاردة بيعدي الجي سيفن والناتج القومي بتاعها بيعدي الـ 25 تريليون دولار وده يمكن أكبر ناتج موجود في العالم النهاردة فبنتكلم على تكتل الاقتصادي كبير انضمت لي عدد كبير جدا من الدول زي مصر وزي الإمارات وزي السعودية وعدد تاني من دول اللي هي جنوب جنوب اللي هي عندها تطلع أنها تكون جزء من شراكة اقتصادية كبيرة مع الصين ومع الهند ومع روسيا في من خلال بريكس اللقاء النهاردة اللقاء بالأمس اللي كان ما بين سيد الرئيس عفتاح السيسي وما بين الرئيس بوتين كان فيه كلام كتير جدا على الدعم والصداقة اللي بتقدمه روسيا لمصر ومحاولات ان يبقى فيه علاقات أقوى ما بين مصر وبين روسيا خلال الفترة القادمة خاصة وانه مصر بتراهن على المشروعات الموجودة مع الجانب الروسي زي مشروعات ضبع النووي وزي المشروعات الموجودة فيه محور قناة السويس منطقة الصناعية الروسية مبارح سيد الرئيس اتكلم على أنه المحور كله مفتوح قدام كل دول بريكس بمعنى أن احنا هنوسع المحور الاقتصادي الخاص في قناة السويس لكل دول بريكس تقدر تستثمر فيه وتقدر تحط استثمارات ورجال أعمال ووقتها خاص يقدر أنه يشتغل في هذا المحور الهام خاصة أنه موجود على أهم شريان بحري موجود في الشرق الأوسط وفي نفس الوقت فيه اهتمام كبير من دول كتير في العالم أنها تستثمر في هذا المكان فبالتالي فيه فرصة عند دول بريكس أن هي تتمتع بمميزات خاصة من خلال الدعم المصري اللي هيتقدم ليها ومن خلال عضوية مصري في البريكس الأول مرة ودي العضوية اللي بشوف أن هي فرصة للدولة المصرية أنها تنمي اقتصادها بشكل مختلف الدول البريكس مهتمة بالعملة الوطنية وتقويتها وبالتالي دي فرصة أن نحن نقوي الجنيه المصري مع باقي العملات اللي موجودة في بريكس أعتقد علشان ما نبقاش مبالغين ونحن عتدنا الموضوعية دائما هناك تحديات ستواجه دول البريكس خاصة أن البعض يحاول أن يسيس هذه المجموعة رغم أنها مجموعة اقتصادية بالدرجة الأولى مصر بتنظر إليها على أنه جزء من الحل الاقتصادي في إطار التبادل التجاري بينها وبين البلدان تعتقد مقدرة هذه الدول على تجاوز التحديات التي توجهها؟ بالتأكيد فيه يمكن زكاء بنشوفه في إدارة هذه القمة أنه بيتبني على التفاهمات ما بين الدول أكتر من الخلافات ما بين الدول والتفاهمات هنا أقصد بيها أنه على سبيل المثال مثلا موقف المصري في غزة والدعم اللي بتقدمه مصر للقضية الفلسطينية ورفض مصر لتصفية هذه القضية لقيت تفاهم مع الجانب الروسي وكان فيه إشارات مبارح في البيان لرفض الجانب المصري والجانب الروسي لاستمرار إطلاق النار ما بين الأطراف التصعيد اللي حاصل في لبنان بالضبط كده حل السلم وحل الدولة بالضبط بالضبط فبالتالي إحنا مش رايحين أو مصر مش رايحة للجانب السياسي اللي ممكن يمثل خلاف للسياسة اللي مصر بتنتهجها اللي هي التوازن الاستراتيجيين بين كل القوة مصر بترفض السياسة الأحلاف مصر بتحاول أن هي تدي كل محور من المحاور دي حقه في أن هي تتعاون مع الجميع وفق المصالح المصرية وليس وفق مصالح الآخرين وده كان فيه إشارات مهمة جداً من مصر جاية على قمة البريكس أن هي شايفة الجانب المهم من الموضوع ومش عايزة يبقى فيه تلعب سياسي بالموضوع تجاه أي طرف من الأطراف لأنه مصر تحتفظ زيان ببقول لحدتك بتعوزن استراتيجي ما بين كل القوة العالمية وبتسعى أنها تكون عندها علاقات جيدة وشراكة جيدة مع كل هذه الدول فبالتالي لاستخدام السياسي أتصور أن مصر ترفض فكرة استخدام السياسي ولكن منصة بريكس منصة مهمة لطرح قضايا زي القضية الفلسطينية وزي أن يبقى فيه دعم من دول البريكس لوقف اطلاق النار للمبادرات اللي بتقدمها مصر عشان الحل السلمي لهذه القضية وأنه ما تتصفاش القضية الفلسطينية زي ما احنا بنشوف دلوقتي لما يبقى فيه حاجة زي تكتل بريكس تكتل مهم يتدخل في هذه القضية تصور أنه هيبقى مؤثر على الرأي العام العالمي أنه بالفعل محتاجين أن احنا وقف اطلاق النار عشان حتى مشروعات التنمية تقدر تدي سمرها للناس بعد كده أو شعوب البريكس اللي هي موجودة في هذه المنطقة لا نستطيع انكار أن هناك حضور لافت لمصر بحضور السيد الرئيس عفتاح السيسي الذي شارك بالأمس في قمة بريكس بلاس ثم الاحتفاء واللقاء الخاص الذي جمعه بنظيره الروسي الرئيس بلاديمير بوتن كلمات السيد الرئيس التي كانت تؤكد على عمق العلاقات لاقتها أيضا كلمات للرئيس الروسي عندما تحدث عن ثمانين عاما من العلاقات المصرية الروسية العلاقات المصرية الروسية في النهاية هي بتعكس قمة التوازن في السياسة المصرية والتي تستطيع أن تجمع بين أقطاب السياسة والقوى الاقتصادية في العالم كيف تنظر إلى هذا التوازن وتعامل السيد الرئيس عفتاح السيسي مع هذه الملفات الشائكة أنا بشوف أن فيه نجاح كبير جدا للدولوماسية الرئيسية اللي بيقوم بها السيد الرئيس عفتاح السيسي مع كثير من أقطاب العالم ومع كثير من زعماء العالم في أنه يحفظ طول الوقت للمسافات المبين السياسات والتداخلات ويلعب دائما على التفاهمات اللي موجودة في هذه الملفات خاصة وأنه زي ما حكت كلمت على أنه الصداقة المصرية الروسية ممتدة لتمانين سنة وعلى مدار هذه التمانين سنة كان فيه تفاهم كبير جدا ما بين القيادات المتعاقبة المصرية والروسية واتبنى عليها شراكات كتير في مشروعات واتبنى عليها توازن وتلاقي فيه كثير من الموضوعات زي الأضياء الفلسطينية زي ما بقول لها حدك أنه الموقف الروسي من الأضياء الفلسطينية مختلفة عن باقي العالم وده مصر تستثمره جيدا عشان تقدر تحافظ على هذه القضية وتقدر تحافظ على الحق الفلسطيني وتقدر أنها تستغلوا في أنها تصل إلى وقف الإطلاق النار في هذه المنطقة وأنه يبقى فيه توازن حتى مع القوى الأخرى الدائمة للجانب الإسرائيلي فأتصور أنه مصر تستفيد جدا من المسألة دي ومحافظة على التوازن للسجل بتاعها وأن القوى الدولية أتصور أنها تحترم هذا في مصر وتحترم هذا الوضوح في سياسة الخارجية المصرية اللي هي مفيهاش أجندات خفية زي مصرات الرئيس تكلم وبتحاول أنها تتعامل مع الجميع من منطق التعاون والشراكة مش بمنطق أنه حد يملي علينا شيء أو أنه نحن نقبل من حد تدخل في شؤوننا الداخلية أنا بشكر زميلنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة الأخبار اليوم من داخل منقار المركز الصحفي في كازان في انتظار كلمات السادة رؤساء الدول وكلمات السيد رئيس الجمهورية سنظل نتابع معكم على مدى اليوم فعاليات قمة البريكس في كازان روسيا الاتحادية عشرين أربعة وعشرين القمة السادسة عشر ترجمة نانسي قنقر